اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير والموت راحةً لنا من كل شر اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك آنبنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم فارج الهم كاشف الغم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما مجيب دعوة المضطرين ارحمنا رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم فارج هن المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومارض المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وإلا الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم لك الحمد ولك الشكر أن هديتنا للإسلام وبلغتنا العشر الأواخر من رمضان اللهم اكتبنا فيها من عتقائك من النار اللهم اكتبنا فيها من عتقائك من النار اللهم اكتبنا فيها من عتقائك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم إنا نسألك خير هذه الليالي المباركة عزها وخيرها وفضلها ونورها وبركتها وهداها اللهم ما قسمت فيها من خير وصحة ورزق وسلامة فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين اللهم اجعلنا ممن يطوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن يطوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم وفقنا في هذه الليالي لقيام وإحياء ليلة القدر اللهم امح عنا كل ذنب ووزر ارفع عظيم الأجر لنا وللمسلمين يا رب العالمين اللهم اعتقنا واعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وولاتنا وعلمائنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وخيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد اللهم اجزه خير الجزاء وأوفره جزاء ما قدم ويقدم للإسلام والمسلمين ولمواقفه الخيرة في توسعة الحرمين الشريفين وحقن دماء المسلمين وسد عوز المعوزين اللهم اجعل ذلك في صحائف أعماله وفي موازين حسناته واجعلها خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجمع في هذه العشر المباركة كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين وأصلح أحوالهم وحقن دماءهم وحقن دماءهم وارفع الفقر والعوز والقتل والمجاعات عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مضرور يا عزيز يا غفور اللهم عليك بالظالمين المعتدين يا رب العالمين اللهم اكثر المسلمين شرورهم بما شئت إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصيثنا أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات سبحانك يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا مغيث اللهفات اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على الرحمة المهدى والنعمة المسدى نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهدى شكرا شكرا شكرا